جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية فخامة رئيس سيد عبدالله التحس السيسي فخامة سيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أصحاب السمو المعالي والفضيلة حضرات سيدات السادة إنه لمن دواعي الاعتزاز أن أخاطب هذا المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القسط التي تنظمه جامعة الدول العربية بالقاهرة تفعيلاً لقرار قمة العربية بهذا الشأن وإن حضور نخبة من الشخصيات السياسية والدينية والحقوقية والإعلامية المرموقة لهذا الملتقى الهام لا يجسد الإرداء لإرادة مشتركة لرفع أحد تحديات السلام العالمي المزمنة في منطقة الشرق الأوسط كما تعد مشاركة المملكة المغربية اليوم تأكيداً لالتزامها المتجدد والتابت بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس من شكل خاص والتي نولها أهمية قصوى من منطلق الأمال التي نتقلدها بصفتنا رئيساً للجنة القص المنبتقة عن منظمة التعاول الإسلامي حيث جعلناها في مستوى مكانة قضيتنا الوطنية الأولى وأحد توابط سياستنا الخارجية كما أكدنا على ذلك في مناسبات مختلفة ومما يضفئ أهمية خاصة على هذا اللقاء الهام كونه ينعقد في ضرفية صعبة ترمر منها القضية الفلسطينية وقضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيعية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وهو ما يلقي على عاتق نامس أولية جماعية في إطار أجندة العمل العربي المشترك وتوحيد الموقف العربي لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة ومقدسها ومحاولة تمصي هويتها الحضارة الفريدة وتغيير طابعها القانوني التي تعهدت قرارات مجلس الأمن الدولي بحمايته أجل إن التدابع الأحادية التي من شئنها إضفاء واقع غير شرعي على القدس ومحيطها تعتبر تهديداً للوضع القانوني للمدينة وتركيبتها الدمغرافية وطابعها التاريخي القائم على تعدد التقافات والأديان وإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات الممنهجة والمتعارضة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لا تساعد على بناء التقا بل تقود كل أسس التوصل إلى حل دائم يقوم على وجود دولتين تعيجان جنباً إلى جنب في أمن وسلام ومما لشك فيه أن الحديث عن الواقع الصعب للقدس الشريف لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه العام المرتبط بمصاري القضية الفلسطينية فتوقف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني واستمرار حالة التعنت والجمود في العملية السلمية يمنح الفرصة للجهات المتطرفة لتأجيج الصراع واستطارة المشاعر الدينية وزيادة حالة الاحتقان والتوتر داخل مدينة القدس مما ينجر بتحول النزاع من صراع سياسي إلى صراع عقائدي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بإسرائها لذا فإن حماية مدينة القدس من مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها ينبغي أن يكون عملا صادقا ومخلصا بعيدا عن نطاق الشعارات الفارغة والمزايدات العقيمة والحسابات الديقة أصحاب الفخامة والسمو المعالي حضرت سيدات والسادة لقد أكدنا أكثر من مرة على أن مدينة القدس تحضى بمكان متميزة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية مما يجعلها أمانة على عاتقنا جميعا ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ وبالتالي فالدفاع عنها لا يجب أن يكون عملا ضرفيا أو مناسبيا وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤترة والأعمال الميدانية الملموسة داخل المدينة المقدسة إن العمل الميداني الملموس الذي تقوم به وكالة بيت المال القدس الشريف وهي الدراع الميدانية للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاول الإسلامي منذ أزيد من 25 سنة تحت إشراف نص شخصي يهدف إلى دعم المدينة المقدسة والحفاظ على طابعها الحضاري من خلال تنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية تهم جميع فئات المجتمع المقدسي وقد استطاعت الوكالة تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع بكل فتقدر بحوالي 65 مليون ديال دولار بتموين مغربي 100% من ميزياتها في صنف تبرعات الدول وحوالي 70% في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد وفي هذا الإطار تشدد المملكة المغربية على ضرورة تدافع الجهود العربية والإسلامية من أجل انخراط في مصار حماية ودعم مدينة القدس الشريف والدفع في اتجاه تحقيق انفراج سياسي من شأنه أن ينفتح أو أن يفتح آفاقا للتفاؤل بمستقبل يسوده السلم والأمان والازدهاب المنطقة من خلال احترام مبادئ العيش المشترك واعتبار الاختلاف سواء التقافي أو الديني أو المذهبي رصيدا وغناء تقافيا ومجتمعيا مشتركا يجمع ولا يفرق في مناسبة وهي نفس المقاربة التي تبناها نداء القدس التي وقرناه مع قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في الرباط في تاريخ 30 مارس 2019 وأكدنا فيه على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريفة الشريف باعتبارها طراتا مشتركا للإنسانية وبوصفها قبل كل شيء أرضا للقاء الحضارات ورمزا للتعايي السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث ومركزا لقيام الاحترام المتبادل والحوار وفي هذا الصدد ونجدد الدعوة إلى إقامة تحالف عالمي يجمع كل القوى الحية الملتزمة بالسلام والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش لإنقاذ مدينة السلام والحفاظ على موروتها الحضاري والإنساني المشترك إنسجاما مع النداء التي أطلقناه بغباط سنة 2009 بمناسبة المؤتمر الدولي حول القدس أصحاب الفخمة والسمو المعالي حضرت سيدات السادة إن المغرب من منطلق التزامي الغاسخ يظل مقتنعا بأن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية جوهرية وهي مفتاح لحل الدائم والشامل من أجل إرصاء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لذلك يتعين وإيجاد تسوية عادلة لها في إطار الشرعية الدولية ووفق مبدأ حل الدولتين التي توافق عليه المجتمع الدولي وإمانا منا بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه ستواصل المملكة المغربية جهودها مستثمرة كل إمكانيتها والعلاقات المتميزة التي تجمعها بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة من أجل المساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى ععادة إطلاق مصاري الحوار والمفاوضات باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقة الشرق الأوسط ونغتنم هذه الفوصة لنجدد التعبير عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال ووحدة وازدهار وختاما فإننا نتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى الرفيع سندا قويا للقدس والمقدسيين وتنويرا أعمق بعدالة ومركزية قضية مدينة القدس الشريف سائل الله تعالى أن يسدد خطانا لتحقيق كل ما يخدم السلام والحفاظ على هوية مدينة السلام لتظل ملتقى للتعايش والوئام بين أتباع جميع الأديان السماوية السلام عليكم ورحمة الله ومحمد السادس مليك الإنسان